مواجهات نارية الحقيقة في كاس سوبر الأسباني اللي بتصطديفه السعودية والحقيقة يمكن نهاردة كل عشاء برشتون هيكون وهيكونوا على معاد مع مطش البارسة مع ريال سوسيداد الحقيقة يمكن أنا عايزة رجع بس لحضراتكم قبل ما اتكلم على مطش النهاردة وقبل ما اتكلم على ميسي بالمناسبة لشهر فات من حوالي شهر تقريبا من فرقتين لعبه مواجهة في الدولي كان في التوقيت ده البارسة في حالة يرسلها يعني كان البارسة الحقيقة يمكن ما وصلش للمستوى ده وأنا ما شفتوش على أقل في العشرين سنة في حالة التواضع دي مستوى يمكن كان ضعيف جدا وبيقدي عروض هزيلة جدا تحت قيادة كومن وفي الوقت ده كان سوسيداد كان متصدر دولي الحال شوية النهاردة اتقلب يعني اعتقد انه سنة بسنة ابتدى البارسة يستعيد مستوى النهاردة البارسة في المركز الثالث في الليجة وراء منه بمركزين تحديدا في الخامس بيجي ريال سوسيداد خليني بقى تمن حضراتكم على ميسي ميسي الحقيقة في التمرينة الأخيرة للبارسة شارك بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين كده شارك التمرينة بشكل كامل دون اي احساس بأي قلم مشتكاش من اي شيء فبعتقد انه هيكون جاهز لمواجهة النهاردة ونتمنى الحقيقة يمكننا نحن نتكلم على اربع فرق من احسن فرق الاسبانية بتشارك في السوبر الاسباني اللي بيتعامل طبعا بنظام زي مربع زهبي مطشين قبل النهائي والاثنين او الفرقين اللي بيفوزوا بيصلوا للمباراة النهائية وبيتوج الفائز فيها بكاس سوبر اسباني نتمنىها طبعا مباراة قوية ونتمنىها ممتعة خصوصا طبعا العشاء برشلونة اللي افتقدوا الجيل الزهبي والعروض القوية اللي كان الحقيقة برشلونة بيمتع بيها العالم كله يعني كل اللي بيحبوا كورة ما كانوش يقدروا ينكروا انه البرصة كان بتقدم لسنين طويلة الحقيقة الكرة الامتع على مستوى العالم كرة ما تعرفش غير لغة الهجوم والاستحواز والمهارة كل الحقيقة مقاومات الكرة الجميلة كانت بتقدمها فرقة البرصة على مدار سنين وما اعتقدش انه كان في حد قادر مهما كانت الكوكبة من النجوم ومهما كانت الاسماء ومهما كانت التاريخ اللي بيتمتع بيه نادي على انه يقدم كرة ترتقي لمستوى البرصة على كل احوال بفكر حضراتكم النهاردة ان شاء الله هتكون المواجهة بين ريال سوسيداد وبشرونة في قبل نهائي كاس السوبر الاسماني الاسمالي